نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً صلت الضوء على خطط مصر لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة في ظل استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 ركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة موضحاً أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية حيث من المقرر أن يصل الانتاج الكهربائي من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالية الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 مقارنة بعشرين بالمئة في عام 2022